اكدت صحيفة تايمز البريطانية في تقرير لها أن مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري ساهمت في تقويض التحالفات الإيرانية في الشرق الأوسط وشرت صحيفة إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مارست ضغطا شديدا على النظام القطري في مسعى لإجباره على التخلي عن سياساته التخريبية والطائشة والعودة إلى الصفين العربي والخليجي والكف عن تمويل الإرهاب واحتضان أبواق التطرف ودعاة العنف والكراهية وتطرقت الصحيفة إلى التحالف الثلاثي المتمثل في نظامي الدوحة وإيران وحزب الله ودورهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة مشيرة إلى أن نظام طهران اعتبر أن الفراغ الناجم عن اندحار تنظيم داعش الإرهابي يشكل فرصة له لمد مخالبه عبر الشرق الأوسط وهو ما دعاه لتفعيل وكيله الأكثر فعالية حسب الصحيفة في إشارة إلى حزب الله الذي زج بإرهابيه إلى مناطق الصراع المختلفة في الشرق الأوسط ومن بينها سوريا وليمن